اشتركوا في القناة قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان درسنا عدة أجهزة ونستكمل دراسة هذه الأجهزة في هذا الفصل نسأل الله أن نكون من المتأملين المتدبرين في عظيم خلقه درسنا الأول جهاز الغدد الصماء والتكاثر الأهداف التي سوف نصل لها إن شاء الله نتعرف كيف تعمل الهرمونات نحدد أنواع الغدد الصماء المختلفة وتأثير الهرمونات التي تفرزها نصف كيف يعمل نظام التغذية الراجعة السلبي نتعرف وظائف الجهاز التكاثري ونقارن بين تراكيب الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي وأخيرا نتتبع مراحل دورة الحيض نبتدأ بالغدد هذه الغدد على نوعين غدد قنوية وغدد لا قنوية من اسمها قنوية أي تصب إفرازاتها من خلال قنات بينما اللا قنوية تصب إفرازاتها مباشرة في الدم ما هي إفرازات الغدد القنوية؟ تفرز ماذا؟ صحيح تفرز أنزيمات بينما اللا قنوية تفرز الهرمونات تفرزها مباشرة في الدم لذلك تسمى بالصماء نظرا لعدم وجود أي قناة لها هذه الهرمونات كيف تعمل؟ ما وظيفتها؟ مثلا هرمون المفرز من الغدد الكضرية عند الخوف قد يؤدي إلى زيادة في ضربات القلب تقليل من حركة الأمعاء إذن هذه الهرمونات تعمل على صحيح زيادة أو تقليل سرعة عمليات خلوية محددة طبعا هذه الهرمونات تفرز من خلال الغدد سوف نتعرف على الغدد مواقعها وهرموناتها ووظائف هذه الهرمونات لنتذكر من خلال هذا الرسم ما هي الغدد التي قمتم بدراستها في هذا الفصل؟ نبدأ من الأعلى ما هي الغدد الموجودة في الرأس؟ هناك غدتين صحيح الغدد الصنوبرية والغدد النخامية قبلها الأساسية الغدد سيدة الغدد بعد ذلك في منطقة العنق توجد غدتين هما الدرقية وجار الدرقية في منطقة الصدر خلف عظمة القص بمنطقة الصدر ما الذي يتواجد؟ أي غدة؟ صحيح هي الغدة الزعترية بينما في منطقة البنكرياس سوف يتواجد عندنا الغدد جزر لانجرهانز في البنكرياس ويوجد فوق كل كلية الغدد الكضرية صحيح وأيضا أخيرا الغدد التناسلية الذكرية خارج الجسم والأنثوية داخل الجسم لو أردنا أن نتعرف على هذه الغدد على هرموناتها وتأثير كل هرمون في الغدد النخامية قلنا بأنها تسمى بسيدة الغدد سيدة الغدد إذن هي المسيطرة على معظم نشاطات الغدد الأخرى وتنظم عملية النمو الصنوبرية جارة النخامية نعم تفرز هرمون الميلاتونين فينظم الساعة البيولوجية للإنسان هناك فرق ما بين صبغة الميلانين الصبغة الموجودة في الجلد وما بين هرمون الميلاتونين الذي يؤدي إلى تنظيم الساعة البيولوجية للإنسان الغدد الدرقية ما تأثيرها نعم تتحكم في معدلات الأيض وتنظم مستوى الكالسيوم في الدم وجارتها سوف تعمل نفس عملها إذن سوف تنظم مستوى الكالسيوم في الدم الغدد الزعترية الموجودة في الصدر صحيح تحفز تصنيع خلايا مقاومة للالتهاب جزر لانجرهانز بالبنكرياس تفرز هرمون مشهور أحسنتم الأنسولين لينظم مستوى السكر في الدم الكضرية كما ذكرنا قبل قليل سوف تنظم تكيف الجسم مع الحالات الطريقة أما الغدد الجنسية فهناك على حسب الجنس قد تكون أنثوية المبيض أو ذكرية الأنثوية ما هي الهرمونات التي تفرزها وما تأثيرها تفرز هرمونين الأستروجين والبروجسترون ويها مسؤولة عن إظهار الصفات الجنسية الأنثوية وتنظم الدورة التكاثرية بينما في الذكر يفرز هرمون يسمى هرمون التستوستيرون المسؤول عن إظهار الصفات الجنسية وإنتاج الحيوانات المنوية كيف يتم تنظيم إفراز الهرمونات من الغدد؟ كيف تعلم هذه الغدة أنه يجب عليها أن تفرز أو أن تتوقف عن الإفراز؟ يتم ذلك من خلال نظام يسمى أحسنتم بنظام التغذية الراجعة السلبي هذا النظام يستخدم مستوى الهرمونات في الدم كإشارة للغدد تخبرها متى تفرز الهرمون ومتى تتوقف عن إفرازه لنأخذ مثال هنا عندما يتم تناول الوجبات تمتص الأمعاء الجلوكوس خلال عملية الهضم عندما يمتص الجلوكوس سوف يزداد نسبة السكر ومستوى السكر في الدم سوف يمر هذا الدم ذو المستوى العالي بالسكر على جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الجزر لانجرهانز في البنكرياس فتبدأ بإفراز هرمون الأنسولين هرمون الأنسولين سوف يصب في الدم سوف يسبب انتقال الجلوكوس إلى الكبد وإلى الأنسجة الأخرى يخزن فيها عندما يخزن هذا الجلوكوس في الكبد والأنسجة الأخرى بالتالي سوف ينخفض مستوى الجلوكوس إلى المستوى الطبيعي فيلنعود إلى موضع الاتزان فتتوقف الغدة عن إفراز هرمونها هذه الغدد الصنع ما علاقتها بالتكاثر؟ التنظيم تقوم به الغدد طيب ما علاقة ذلك بالتكاثر؟ لنشاهد قلنا بأن الغدد الغدة النخامية تسيطر على عمل جميع الغدد بما فيها الغدد التناسولية سواء الذكري أو الأنثوية سوف تقوم بتحفيز هذه الغدد في مرحلة البلوغ على إنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية التستوستيرون وبالتالي سوف يتم تحفيز على إنتاج الحيوانات المنوية في هذه الغدد أيضا عند الأنثى سوف يتم تحفيز أو إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية وبالتالي تحفيز المبيض لإنتاج البويضات هذه الغدد التناسولية جزء من الجهاز التناسولي فما وظيفة الجهاز التناسولي؟ هو مثل ما ذكرنا التكيف في الأجهزة التناسولية ليسمح بحدوث سلسلة من الأحداث تؤدي إلى ولادة الجنين لنبدأ بدراسة الجهاز التناسولي الذكري يتكون الجهاز التناسولي الذكري من أعضاء داخلية وأعضاء خارج الجسم أعضاء خارجية الأعضاء الخارجية تتكون من القضيب ومن الكيس الصفن الذي يحتوي على الغدد التناسولية الذكرية التي سوف تنتج الحيوانات المنوية وتفرز هرمون التستوستيرون الأجزاء الداخلية الموجودة داخل الجسم تتكون من قناة منوية متصلة بالغدد التناسولية هذه القناة المنوية سوف تمتد وتلتف حول المثانة إلى أن نصل إلى جزء آخر يسمى بالحويصلة المنوية هذه الحويصلة المنوية توفر سائل يغذي الحيوانات المنوية ويساعد على حركتها فبالتالي سوف يتكون هنا السائل المنوي من السائل المفرز ومن الحيوانات المنوية التي تسبح فيه ثم تمتد هذه القناة إلى أن تخرج إلى الخارج قناة بولية تناسولية طبعا هذه الحيوانات المنوية المتكونة تتكون في الغدة التناسولية الذكرية الموجودة في كس الصفن خارج الجسم وهذا من المناسب لتكوينها لأن الحيوانات المنوية تحتاج إلى أن تتكون في درجة حرارة أقل من درجة حرارة جسم الإنسان وبذلك الصفن أوجده الله سبحانه وتعالى خارج الجسم لكي يتناسب مع هذه الوظيفة في إنتاج الحيوانات المنوية الحيوان المنوي يتكون من جزئين رأس وذيل هذا الرأس يحتوي على المادة الوراثية النواة تحتوي على المادة الوراثية الذيل يساعده على الحركة والسباحة في السائل المنوي أما بالنسبة للجهاز التناسولي الأنثوي يتكون الجهاز الجناسولي الأنثوي من أعضاء جميعها داخلية توجد داخل جسم الأنثى يتكون من المبيض ويوجد مبيضين على جانبي الجسم في الجزء السفلي من التجويف البطني حجمهم صغير بحجم حبة اللوز يوجد بجوارها قناة هي قناة البيض أو قناة فالوب هاتين القناتين سوف تتصيلان بكيس عضلي كيمثري الشكل ذو جدران سميكة وهو ما يسمى بالرحم سوف تتطور في البيضة المخصبة المبيض ننتج البيضة وقناة البيض تحتوي على أهداب تعمل على تحريك ودفع هذه البيضة باتجاه الرحم يحدث إخصاب في قناة البيض فتبدأ البيضة المخصبة بالانتقال وأثناء عمليات الانقسام إلى أن تصل إلى الرحم فتنغرس فيه وبالتالي يحدث الحمل طبعا عند فترة البلوغ تنشط الغدة النخامية تنشط المبيض فيبدأ بإفراز هرموناته البروجسترون والأستروجين وبالتالي يبدأ المبيض منذ فترة البلوغ بإنتاج وإنضاج بويضة مرة واحدة كل شهر بالتناوب بين المبيضين هناك الدورة التكاثرية في الجهاز التناسري الأنثوي أو ما تعرف بدورة الحيض على مدى شهر كامل من بداية الطور الأول يبتدأ من بداية النزف أو ما يعرف بالحيض يستمر على مدى سبعة أيام يتدفق فيه الدم وتسلخات سماكة الرحم بعد تقريبا سبعة أيام في الغالب يبدأ الطور الثاني في الطور الثاني يبدأ من اليوم السابع إلى اليوم الرابع عشر في هذا الطور تبدأ بإفراز الهرمونات ترتفع نسبة الهرمونات في الدم بشكل أكبر تزداد سماكة الرحم نلاحظ هنا بداية في زيادة سماكة الرحم في اليوم الرابع عشر من بداية الدورة الشهرية تحدث الإباضة في الإباضة يتم نضج البويضة من المبيض وبالتالي سوف تحدث هذه الإباضة تخرج البويضة مثل ما ذكرنا من المبيض تتلقفها قناة فالوب تبقى أربعة وعشرين ساعة إذا تم تلقيحها فسوف تصبح بويضة مخصبة وإلا أنها سوف تتحطم إذا ما توافر حيوان منوي في هذه الفترة سيحدث الإخصاب والحمل وإلا سوف تتلاشى إذا حدث الإخصاب أو الحمل بعد ذلك في اليوم الرابع عشر تبدأ الرحم بالإزدياد في السماكة استعدادا لحدوث الحمل الهرمونات تؤدي إلى زيادة هذه السماكة حتى إذا وصلت البويضة المخصبة إلى الرحم يكون جاهزا لدعم وحماية وتغذية الجنين أما إذا لم تلقح ماذا سوف يحدث؟ هذه البطانة المتكونة في نهاية الطور سوف تبدأ بالتحطم تنقص الهرمونات وبالتالي يحدث النسف ويبدأ مرة أخرى من جديد فترات الحيض وهكذا على مدى كل شهر لو أردنا أن نقارن ما بين أعضاء وتراكيب الرئيسية للجهاز التناسلي الأنثوي والذكري في إنتاج الخلايا الجنسية من الذي ينتجها في الأنثى؟ من الذي ينتجها في الذكر؟ بالفعل في الأنثى المبايض وفي الذكر الغدات التناسلية الذكرية أين موقعها؟ بالفعل في الأنثى داخلي وفي الذكر خارج الجسم في كيس الصفن كيف تكون حركة الخلايا الجنسية؟ في الأنثى البيضات بالفعل تتحرر من المبايض وتنتقل إلى الرحم عبر قناة البيض بما فيها من أهداب تحركها بينما في الذكر يتم تكون الحيوانات المنوية في الغدات التناسلية الذكرية في كيس الصفن ثم تبدأ بالسباحة خلال القناة المنوية إلى أن تصل إلى الإحليل في القضيب نبدأ بأسئلتنا الجلوكوز ضروري خلال عملية التنفس الخلوي لإنتاج الطاقة داخل الخلايا كيف يؤثر نقص هرمون الأنسولين في هذه العملية؟ إذا قل هرمون الأنسولين ماذا يحدث للجلوكوز؟ هل سوف ينتقل إلى الخلايا؟ لا طبعا لن يستطيع أن ينتقل إلى الخلايا وبالتالي لن تقوم بعملية البناء الضوئي وسوف يرتفع بعملية التنفس الخلوي عذرا وبالتالي سوف يرتفع مستوى السكر في الدم سؤالنا الثالث لماذا تحتاج المرأة إلى كميات أكبر من الحديد في وجباتها الغذائية مقارنة بالرجل؟ الحديد يدخل في تركيب ماذا؟ في الهيموغلوبين والهيموغلوبين مكون أساسي لقريات الدم الحمراء والمرأة يحدث لها نقص مؤقت في كمية الحديد نتيجة لفقدها الدم خلال الحيد سؤال الذي يليه إحدى الغدد الآتية ليست غدة صماء ليست غدة لا قنوية وإنما غدة قنوية أحسنتم هي اللعابية قارن بين جهاز الغدد الصماء في الجسم ومنظم الحرارة منظم الحرارة في جهاز التكييف؟ نعم يرسل إشارات لجهاز التكييف حتى يعمل أو يتوقف عن العمل بحسب درجة الحرارة المنزل مستوى الهرمون في الدم يرسل رسائل كيميائية للغدة للتوقف عن إفراز الهرمون أو البدء في إفراز هذا الهرمون وهو ما سميناه بنظام التغذية الراجعة السلبي كيف تختلف الغدد الصماء عن الغدد اللعابية؟ أحسنتم الغدد الصماء غدد لا قنوية تفرز الهرمونات مباشرة في الدم أما الغدد اللعابية غدد قنوية تفرز الأنزيماتها بواسطة قنوات خاصة لكم بذلك أنهينا الدرسنا الأول ننتقل إلى الدرس الذي يليه مراحل حياة الإنسان أهدافنا نصف عملية إخصاب البويضة نكتب قائمة بالمراحل الرئيسة التي يمر بها الجنين خلال تطوره نصف مراحل النمو بعد الولادة الإخصاب يحدث من خلال وصول الحيوان المنوي إلى البويضة واتحاده معها يدخل المهبل ما يقارب من 200 مليون إلى 300 مليون حيوان منوي في المرة الواحدة إلا أن حيوانا منويا واحدا هو الذي يكون قادرا على إخصاب البويضة أول حيوان منوي يصل إلى البويضة يفرز أنزيم من التركيب الكيسي الموجود في الرأس يؤدي إلى تسريع تفاعلات معينة في الغشاء المحيط بالبويضة في سطحها يسهل اختراق هذا الرأس للبويضة حتى يصل المادة الوراثية الموجودة في الرأس بالمادة الوراثية الموجودة في نواة هذه البويضة بمجرد دخول هذا الرأس يسبب في إحداث تغيرات في غشاء البويضة يمنع دخول أي حيوان منوي آخر إلى هذه البويضة وبالتالي تندمج نوتاء الحيوان المنوي والبويضة لتكون البويضة المخصبة أو ما تسمى بالزايكوت هذه البويضة المخصبة قد يحدث أن البويضة المخصبة أن تنقسم فتصبح بويضتين مخصبتين ينغرسان في الرحم وبالتالي سوف يتكون يطوران إلى أن يكون هناك توأما هذا التوأم بهم نفس المعلومات الوراثية لأنهم من خلية واحدة وبالتالي هذا ما نسميه بالتوائم المتماثلة فالمتوائم المتماثلة تنمو عن بويضة واحدة مخصبة من حيوان منوي واحد وتنقسم البيضة المخصبة إلى خليتين منفصلتين على العكس لو حدث أن أفرز المبيض لأي سبب كان بويضتين أو أن كلا المبيضين أفرز في نفس ذاك الشهر بويضة فأصبح لدي بويضتين وتم إخصابهما بحيوانين منويين مختلفين وانتقلت كل بويضة مخصبة إلى الرحم وانغرست فيه فسوف يحدث هناك توائم لكن توائم غير متشابهة أشبه ما تكون بحملين في وقت واحد فالتوائم المتماثلة المادة الوراثية واحدة والتشابه متطابق بينما في التوائم غير المتماثلة يختلفان عن بعضهم البعض في المعلومات الوراثية وبالتالي في الصفات نستعيد سريعا مراحل تطور البويضة المخصبة قلنا بأن المبيض سوف يقوم بإنتاج البويضة في اليوم الرابع عشر من بداية الدورة الشهرية تحدث الإباضة تخرج البويضة تترقفها قناة فالوب يحدث في بداية قناة فالوب أن تلتقي بالحيوان المنوي وبالتالي يحدث الإخصاب تصبح بويضة مخصبة تبدأ تحريكها الأهداب الموجودة في قناة الفالوب وتبدأ بالانقسام تنقسم الخلية إلى خليتين ثم إلى أربع وبعد ذلك إلى ثمان وتستمر خلال سبعة أيام تكون وصلت إلى الرحم والذي بدأ جداره بزيادة في السماكة وتنزرع في جدار الرحم وتكمل مسيرتها تسعة أشهر وهي مرحلات الحمل في بداية الحمل ما يعرف بالمرحلة الجنينية الأولى يحصل الجنين على غذائه من سوائل الرحم إلى أن تتكون المشيمة متى ما تكونت المشيمة يبدأ يتغدى الجنين من الحبل السري في الأسبوع تقريبا الثالث أي بعد 21 يوما من الإخصاب سوف يبدأ بتكون كيس رحلي أمنيوني يمتلئ بسائل هذا يعمل كوسادة يحمي الجنين يغذيه توجد به الفضلات في أول شهرين للجنين تتشكل الأعضاء الرئيسية يتشكل القلب يظهر الرأس يبدأ يتكون الرأس العينان الأنف تبدأ في الأسبوع السادس والسابع تتشكل أطراف اليدين والرجلين في هذه المرحلة ممكن أن يسميه جنينا خلال شهرين يبدأ ما يطلق عليه بالجنين في الشهر الثالث يبدأ يتحرك ممكن أن يمص إصبعه وإبهامه في الشهر الرابع يمكن تحديد الجنس عن طريق الأشعة الفوق الصوتية في نهاية السابع يبدأ النسيج الدهني بالتراكم فتقل تجاعيد الجنين في الشهر التاسع يبدأ يستدير حتى يستعد للخروج للولادة في السنة الأولى هناك إجهات جنيني لدى الجنين مجموعة مراحل يمر بها الطفل خلال عملية الولادة انتقال من بيئة مظلمة هادئة إلى بيئة متغيرة في الضوء في الحرارة في الأصوات فيكتبر هذه المرحلة تسمى بيئة الإجهاد الجنيني يعتمد على والديه في هذه الثمنداشر شهر الأولى يعتمد فيها على والديه في الغذاء والرعاية والنظافة وما إلى ذلك تحدث سلسلة من تطورات في تصرفات الطفل يجلس مع الدعم يزحف يجلس وحده يحاول أن يمشي إلى أن يصل في النهاية الشهر الثامن عشر أنه يستطيع أن يمشي ويعتمد على نفسه بعد ذلك تبدأ مرحلة الطفولة المبكرة الطفولة المبكرة تمتد من عمر سنتين إلى عمر اثناثر سنة في هذه المرحلة معدل النمو سريع يتعلم الكلام، التحكم، بالإخراج، القيام بشؤون نفسه يتطور نموه العقلي والعضلي عند الأطفال بعد ذلك تحدث مرحلة المراهقة وهي من عمر الاثناثر عاما إلى العمر ثمنتاشر عاما هي فترة البلوغ الجنسي يكون الفرد قادرا فيها على التكاثر تبدأ الغداء النقامية بتنشيط الغداء التناسرية في إفرازات هرموناتها وبالتالي تبدأ تظهر التغيرات المختلفة على الذكر والأنثى من تغير في الصوت، نمو في الشعار، تغير في الجسم تغيرات مختلفة للفرد خلال هذه الفترة المراهقة تستمر إلى عمر ثمنتاشر عاما بعد ذلك تأتي المرحلة التي تليها من العمر ثمنتاشر عاما إلى عمر تقريبا الخمسة وأربعين إلى ستين وهي مرحلة الرشد يتوقف فيها النمو العضلي والعظمي بعدها تبدأ مرحلة الشيخوخة من ستين عاما إلى مرحلة الوفاة العظام تصبح ذات هشاشة تبدأ تتناقص القدرات العضلية تقول مرونة المفاصل طبعا لا يعني ذلك أن الجميع كلهم بنفس المستوى لكن التغذية الجيدة والرياضة تطيل من سلامة أجهزة الجسم وصحته بإذن الله هنا نكون وصلنا إلى نهاية المادة العلمية ننتقل إلى الأسئلة سؤالنا الأول أين تحدث عملية الإخصاب أين تخص بالبيضة؟ في قناة البيض أم المهبل أم الرحم أم المبيض؟ صحيح في قناة البيض أين ينمو الجنين ويتطور؟ تخصر في قناة البيض أين ينمو؟ أحسنتم في الرحم ماذا يسمى اتحاد البويضة والحيوان المنوي؟ ماذا نطلق عليها؟ إباضة، أمبلوغ، إخصاب أي العبارات التالية غير صحيحة فيما يتعلق بالتوائم المتماثلة؟ توائم متماثلة إذن العبارة الأولى صحيحة ينتج من بويضة واحدة يحتوي على المادة الوراثية نفسها هل يختلفان في الجنس؟ لا يمكن نتيجة لأن المادة الوراثية نفسها إذن العبارة المختلفة أنهما قد يختلفان في الجنس لا تنطبق على التوائم المتماثلة سؤال من الخامس تبدأ البويضة النضج في المبيض؟ في أي مرحلة؟ منذ الولادة؟ في أثناء الطفولة؟ عند سن البلوغ؟ أم في أثناء الطفولة المبكرة؟ بالفعل عند سن البلوغ؟ خلال أشهر الحمل التسعة يحيط بالجنين طبقة بيضاء لزيجة تغلفه توقع ما الوظيفة التي تؤديها هذه الطبقة؟ لزيجة؟ مفائدة هذه اللزوجة؟ أحسنتم تساعد على انزلاق الجنين عبر قناة الولادة في أثناء عمليات الولادة؟ سؤالنا السابع لماذا يكون من الصعب علينا مقارنة نمو وتطور المراهقين؟ لماذا لا يكون المراهقين كلهم بنفس المستوى النمو وتطور؟ صحيح لأن لكل شخص معدل نمو خاص به وإن كانوا يشتركون في الصفات الأساسية موظيفة الأهداب في قناة البيض ذكرناها أكثر من مرة بالفعل تساعد الأهداب على انتقال البويضة إلى الرحم خلال قناة البيض سؤالنا التاسع أي المراحل قبل الولادة يتكون فيها الكيس الأمنيوني؟ ذكرنا بأنه في أي مرحلة؟ وما وظيفته؟ بالفعل في المرحلة الجنينية الأولى يعمل كوسادة للجنين يخزن المواد الغذائية والفضلات انتهت مراجعتنا لهذا اليوم للفصل الثامن التنظيم والتكاثر شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحسن 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 لح